افتتح المعرض الخيري للملابس بسعر رمزي تكافلي والقافلة الطبية المتخصصة في الرمض للكشف على الطلبة بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية ويشارك في المعرض عدد من كيانات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموية ضمن حملات القوافل التنموية والخيرية التي تجوب محافظات مصر المختلفة جاء افتتاح التحالف الوطني للعمل الاهلي المعرض الخيري للملابس بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة ضمن العديد من الانشطة الخدمية المختلفة جامعة القاهرة ايضا عضو في تحالف العمل الاهلي من اجل الوصول الى الانسان مهمتنا الاساسية تنمية الانسان مهمتنا الاساسية بدون شك انه اللبس والسكن والانتقال والصحة والغزاء كل ده دي من اسوسيات التنمية الشاملة نحن سعداء بان نكون شريكا للتحالف الوطني للعمل التنموي الاهلي هذا التحالف الذي يشكل مرحلة جديدة من مراحل تاريخ المجتمع المدني في مصر التعاون بين الجامعات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والدولة والجامعات ده تحالف من اجل الوطن تحالف من اجل المواطن تحالف من اجل الوصول الى الفئات الاكثر استحقاقا والاكثر احتياجا المعرض يأتي ضمن فعليات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمشاركة وعضوية اكثر من 24 جمعية ومؤسسة اهلية وتنموية من كبرى مؤسسات العمل الاهلي والتنموي الحمد لله ربنا وفقنا بعد ما انضمينا ومدينة بروتكول مع التحالف الوطني جمعت اكبر عدد وفعلا المشاركة كانت جميلة جدا احنا النهاردة في المعرض الخيري بسعر رمزي جدا جدا لطلبة الجامعة اللي هم اصلا قادة المستقبل احنا النهاردة مشتركين في المعرض بان احنا مشتركين في تنظيمه عملنا ممر شرفي ومعرض دمع الجامعيات الاهلية وبالتنصيق معهم علشان كاسعار مخفضة للطلبة هكذا يواصل التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي مسيرته الرامية لتوفير ما ظلت حماية اجتماعية لدمج طلاب الجامعات في العمل الخيري موسيقى